السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات كديرين لبس عليكم أموركم زيانة صحيح تكم لابس كدير معز عليكم تنتمنى تكونوا كاملين باخير والاخير وتكونوا في أحسن الأحوال يا رب معكم أختكم وحبيبتكم رابعة في فيديو جديد وكيف معوتكم البنات دائما تنجيب لكم الجديد والجديد ديال اليوم البنات هو واحد قبول رائع قبول ترتق هاد القبول هاد يخلي عايح كتار من نايض بحالة نقوله قبول بالنسبة للعمال بالنسبة قبول مع الرجال بالنسبة لبنات لي ما عندهمش الظهر وما عندهمش الحظ قبول مع جميع الناس بالنسبة الرجال والعيالات لي ما عندهمش زهر مع التشي واحد فهاد القبول هاد يخليك كل شي يتقرب منك وكل شي يخدمك وفي نفس الوقت اللي بنات هاد القبول هاد راه مكونه سهل وبسيط ومتوفر بالخصوص هاد الايام هادي هو موجود عند العطار على طول العام ولكن هاد الايام تلقى وهي بزاف حتى في الشارع وقلت علاش الله ننزل لكم هاد القبول بهاد المكوين هذا تستفدوا منه غادي نفعكم بزاف 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 إلا عندكم شي مقابلة عمل إلا عندكم شي ناس غتقابلوهم عطلبو منهم شي حاجة البنات لي ما عندهمش الظهر في الزواج البنات اللي تيخرجوا ما عندهم زهر وما عندهمش القبول فغادي هنيكم البنات وغتشاهدوا النتيجة بنفسكم وسهل سهل سهل وخانش كورتان عياء ما عطيش حقه هاد القبول هادا قبل ما نبدأ البنات في الفيديو تنتمنى أنكم تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديد دي القناتي والبنات لي ما نابونينش مرحبا بيهم مرحبا بيكم سواء كنتوا قدام أو جداد على قناتي وما تنسوش البنات لايك للفيديو اللي عجبكم طبعا وبلما نطول عليكم البنات ندوزوا الوصفتنا دي اليوم الوصفة دي اليوم البنات نديروها بهاد المكوين هذا اللي كتشوفوه قدامكم مكوين سهل وبسيط هاد المكوين هو النبق احنا في المغرب تنقولوا ليه النبق بالنسبة لبالاخوات البنات اللي في الدول العربية اسميته النبق ها هو البنات تكون على هاد شكل هادا تكون في السيدر هو هاد نبق هادا هو تيمار السيدر السيدر تتعطينا هاد النبق هادا تناخدوا البنات سبعة الحبات من هاد المكوين سبعة الحبات ديال النبق تنقربوهم الفمنا تنقربوهم الفم ديالنا وتنقروا عليهم صورة الفاتحة سبعة المرات وتنقربو عليهم كذلك صورة الإخلاص سبعة المرات وتنقربو عليهم آية الكرسي سبعة المرات هذه القراية اللي بنات اللي تنقربو عليهم الفاتحة سبع مرات والإخلاص سبع مرات من اللي تنقربو عليهم البنات هاد القراية هادي تنحطوهم تحت الوسادة ديالنا تنبيتوهم تحت راسنا تحت المخدة ديالنا ويوم الغدى لبنات نخليهم تحت المخدة حتى الليل عاود ونقرأوا عليهم نفس القراءة نفس الصور سبع مرات كيف مقرأنا في المرة الأولى نقرأوا عليهم اليوم الثاني ونديروهم تحت المخدة نعسوا عليهم ونخليوهم عاود نهار الثالث نقرأوا عليهم سبع مرات مفهومة البنات نقرأوا في الأول ونخليوهم تحت المخدة في الليل نقرأوا اليوم الثاني في الليل اليوم الثالث حتى نكملو ثلاثة أيام يعني ثلاثة المرات القراية مدة ثلاثة أيام نهار رابع البنات تناخدوا هاد الحبات هادو تناخدوا هاد الحبات وتنلفوهم في شيء منديل أبيض وعاود تنولي ونقرأوا عليهم هاد القراية هادي بحلي عنوريكم في الطريقة تنجيبوا البنات تويب دينا انا جبت منديل وراقي غير باش نوريكم دوما غادي نجيبوا منبيل أبيض تويب قريف ديال توب البيض وغادي نتاخدوا هاد النبقات اللي قرينا عليهم القرآن وخليناهم ثلاثة أيام تحت راسنا تناخدوهم من هار الرابع ونلفوهم بحل هاكا تلفوهم على شكل صريرة وتجمعوهم بخوية أبيض من هنا تقبطوهم بخوية أبيض على شكل صريرة را كل شي تيعرفها وغادي تحطوا هاد الصريرة هادي بحل هاكا وتقربوها لفمكم وتقرأوا عليها هاد القراية هادي هاد تهزو الصريرة وتقولو هزيتك معايا باش الناس يجيو حدايا قوبو لله وسيدي صغير وبو عسرية اللي عندو حاجتي مقضية بقول الله ونبي رسول الله ونكون عند الناس كحلاوت نبقى في الصدر ونكون عند الناس كحلاوت نبقى في الصدر هادي هي القراية لبنات اللي تتقرأوا علي هاد الصريرة هادي سهلا زيتك معايا باش الناس يجيو حدايا قوبو الله وسيدي صغير وبو عسرية اللي عندو حاجتي مقضية بقول الله ونبي رسول الله بقول الله ونبي رسول الله بقول الله ونبي رسول الله ونكون عند الناس كحلاوت نبقى في الصدر صافية البنات تنقرأوا هاد القراية هادي على هاد السريرة دينا على هاد القوبول دينا بعد مما تنكملوا هاد القراية هادي هاد السرة نهزوها سواء في جيبنا في البزطان ديالكم في الحقيبة ديالكم في المحفظة ديالكم في السك ديالكم كل واحد شنو تيسميها فينما عجبكم المهم انكم تهزوا معاكم هاد القوبول هاد من اللي تكونوا غادين تقضيوا الغرض ديالكم او غادين تخرجوا او غادين الواحد الهدف ديالكم تهزوا معاكم هاد القوبول هاد ما تستغنوا شعليه من الحد البنات هاد الفرصة هادي هاد الايام هادي متوفر عدنا هاد المكون هاد ديال السدر ديال النبق اللي تيجي من السدر طبعا نستغلوا هاد الفرصة موجودة لبنات غير هوتي تباه في الشارع خودوا منه ولو القليل وراها الخيص واستغلوا الفرصة وديروا القوبول ديالكم لأي موضوع لأي موضوع لبنات انتوما كتخدموا والنية عندكم في بالكم على الموضوع اللي ديرين عليه هاد القوبول هادا ضرور النية تكون في قلبكم كيفما تنقول لكم دائما اي وصفة تتعتمد على النية اللي ما عندو نية ارى ما عندو احتى شي حاجة ديروا النية لبنات انتوما كتخدموا وانتوما النية في قلبكم على الموضوع ديالكم وتكون عندكم يعقين في الايجابة ان الموضوع مقضي باذن الله وصافي وغاتوكلوا على الله وهيكون غير الخير وكل شي غادي تقضى ان شاء الله يا رب وهاد شي اللي كاين في هاد الوصفة هدية وصفتنا ديال اليوم تنتمنى انها تعجلكم وشكرا على التتبع ديالكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله